بس انا عايز ارجع لموضوع الدنمارك انا اكشلي عندي مشكلة اصلا مع المجتمعات الغربية دلوقتي انه هما بيبعدوا عن بعض يعني هو صحيح احنا عندنا مشكلة ان المجتمع بتاعنا الترابط بتاعه بقى وحش يعني بقى ترابط على الغلط بس وجود الترابط بيضيع في اوروبا مثلا وبيضيع في امريكا يعني الناس بتبعد عن بعض الاخوات بيبعدوا عن بعض الاصدقاء بيبعدوا عن بعض انت بتبقى انا قاعد في كومباوند مش عارف كذا فيه كذا حد ما بعرفهمش ما بكلمهمش درجراني ما عرفهمش وما بكلمهمش انا معاكل دي بس دي مشاكل اجتماعية ما هيش خطيرة زي المشاكل اللي في مصر بنفس درجة الخطر الناحية التانية من وجهة نظر يا عافكة واختر على فكرة لان انت في مصر على الاقل بتقع وبتغرق فعارف ان فيه مصيبة ولازم تصلحها هو هنا بدأ يكتشف ان هو بيقع وبيغرق لما قاعد لقى ان على السطح في حاجات غريبة بتحصل انا بس مش بجادل انا انا على فكرة معاك في كلامك يعني ايه انت اللي انت بتقوله هناخد الحلو من المجتمعات الغربية دي وانا بقول لك يلا ناخده بس انا اللي بقول لك عليه انت قافش شوية على مصر اه من ناحية اللي موجود في مصر والفاليو بتاعته ايه وانا وانا مش زعلان ان انت قافش اه لان انا كنت قافش يعني انا متفاهم انت فين انت انت لسه مش قادر تتجاوز ان ان البلاوي اللي حصلت والفساد اللي حاصل والضرر اللي حصل في الناس والضرر اللي حصل يعني انت انت متدائم الحل البلد فمش قادر تشوف الحلو اللي هو جوه قوي ده اللي مستخب ده بس الحلو ده غالي قوي ومصري قوي وحلو قوي ومش موجود في العالم وعلى فكرة مش تنطيط اه 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 احنا فيه ناس بتقولوا تنطيط بس هي ناس ما عندهاش اصلا فهو عشان كده تنطيط لكن هو الحقيقة احنا كمصريين احنا شعب ابن تجربة انت انت تبنت عن نيل اه انت 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 متكلف المصري ده متكلف المزاج متكلف انت انت الحضارة بتاعت 7000 سنة دي مراحتش دي عمالها تتورس بس بس انت مش عرفت استخدمها عشان انت مرهق عشان انت كل افكارك طول الوقت قاعدة شغالة في ان انت ازاي تمثل انك ناجح وانت فاشل اصلا طب ما تعترف انك فاشل في وقت لايها بتغير وعلى فكرة انت ممكن تعترف انك فاشل وما زعلش من نفسك لان احنا كل مرة بنعملها انت كل مرة بتيجي تحاسب نفسك بتعور نفسك لازم ما بنعرفش نعملها بادب ما بنعرفش نعملها بالراحة او بتهرب بقى يعني مثلا انا عندي اعرف ناس مستمر الناس بتهرب من مشاكلها هو ما بيواجهش مشكلته ما بيعرفش وجهها ما بيصرحش نفسه ما بيعرفش يصرحها ما بيريفلكتش ما بيعرفش يقعد كده يتأمل شوية طب انا مثلا انا دلوقتي افترضت ان هو غلط طب ما تيجي نفترض ان انا لغلط عشان احتمال الفرد دا يوصلني الحقيقة تانية في الخيال بتاعي يوريني العلاقة او الكلام اللي حصل بشكل مختلف ابدأ اتعلم انا دلوقتي افك عقد كتير عبت الحياة مش براك يا كابتن لو عملت جناية لو رقم سرتين انا مش متنور في الموضوع ده واو فدي حاجة انا ما كنتش عارا فيها وناس كتيرا ما كنوش عارف هنا لغات لما الديكومتري بتاع سرتين طلع انا مش مفاجأ من الكلام ده لانه هو بص انا انا عاجبني بص السيستم هنا حلو اه بس بس انت عملت مقارنة كده انا عايزة اوريك فرق بس صغير فيها هنا الناس هنا اه 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 هما جم من اوروبا وجم من في ناس جم غازبا عنهم من افريقيا وناس جم من اسيا بمزاجهم او غازبا عنهم وفي اه 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 ناس من الوكالز وكل الكلام ده عمل خلاط وطلع لك مجتمع متحضر حديث اه بس المجتمع ده يفتقد روتس يعني الروتس بتاعته مش وصلة للاخر فمثلا هو روتس بتاعته وصلة اه متين سنة ورا الاباء الارواندا بقى اه يعني اه فهو فهو فيه حد في عنده مطب كده وهو مش مش متوصل بالروتس مصر فيها ميزة غريبة اه 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 وفيه حتة كتير في الدول الدول العربية عمتا ان هي الروتس متسبتة يعني انت انت من ساعة انت انا انا مثلا بالرغم ان انا ان مصر دي دخل عليها داك 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 انا لما روحت عملت الدي ايه بتاعي لانيه تربط يعني انا اه احنا 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 سبتنا احنا مسكنا وعلى فكرة انا مش عرقي يعني انا مش مدافق ما بقولش ان العرق المصري عرق اصيل والعرق التاني عرق لأ اه ان ان انت في الاخر انت ابن النيل انت ابن النيل ابن بيئة النيل ومتودك كده ومتزبط على الوضع معين دم خفيف اه اه يعني عندك شوية سيت اوب كده بس لازم تبدأ تفهم ان الديفولت سيتنجز دي زي ما هي مفيدة لو انت ما بتعرفش تتحكم فيها تبقى مضرة لان انت بتروح تقابل حد تاني مش عايزك تبقى ظريف معي عايز يبقى احنا احنا وورم معرفين احنا عندنا حنية اه يعني لما بيعرف بنات من اصحابي وكلما بيروحوا كده ناحية الجارة الراجل دا جامد على فكرة كلما بيجوا ناحية مصر وايران والحيطة دي بتلاقي كده انهم فيه حبوبين يعني لما تروح دول يعني يعني فعلا سيتنجز تحب الرجال المصريين ولا دا كلام ولا دا كلام جرايب انا مش هتكلم في الموضوع دا في الوقت دا وقت بس انا عاوز اقولك حاجة ان فيه سمعة جميلة جدا عن المصريين في اليابان في اليابان يعني شوف بقى وبعدين عاوز اقول لكم حاجة برضو مهمة جدا اي حد ياباني يعرف ايه هي الملوخية اه لا لا دي انا عارفها دي لانه عندهم ملوخية عندهم ملوخية اه في واحد مصري استاذ صدر له ملوخية وقال لهم ان دي حاجة صحية جدا فكل الناس في آآ اليابان عارفين الملوخية عايزين بقى ندخل لهم المنبار يعني انا عايزك تتخيل الشعب الياباني الشقيق ومسلا حاجة اعتماد مسكر كده المحشي وبتحشي كده وبتحطه شوية محشي كده ونخش نحطه نحمره كده لسوع كده ويبقى عايزينه بقى ايه شوية عشان انا عايز اكل مع عمرة قديم شوية منبار في اليابان يعني اخده توكيو اخدك ع هو عمرة قديم لها حاجة في اليابان ما عرفش بسان ڤي ، انا عمرة قديم عايز اخده كل حتة وووو شوكري المصري بيقولك احنا 96% مصري ايوه اباشا نظر الرقم Re Tabii disparityine اشتركوا في القناة. كنت تتحدث عن أن يكون صحيحاً و أن يكون صحيحاً و أن يكون صحيحاً و أن يكون صحيحاً. انظر يا هلا لا يأسا مع الحياة ولا حياته مع العدس. يعني انت كل عدس وكله هيبقى مثل الفل. ليه؟ لأنه الناس دي ما بتعرفش. وهم بدل ما يقولوا عدس بيقولوا أي كلام بك. هما ناس تعليق. يعني هو عب يعلق. هو قاعد فاضي ومش عارف يبقى لذيذ مع نفسه. يعني هو و أنا بفتح له قلبي وفي نفس الوقت. ممكن نجيب ميا و فتح له قلبك ووقتك. أنا عايز أشرب أنا عايز أشرب.